السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيدرين للأخوة ورحمة الله ورحمة الله وبركاته كيف تكونوا كامل بخير اليوم شاء الله سوف نحضر عليه تليفون جديد وهو سامسونج A31 نقدر عبر الخليفة A30S وسمحوا لي لجهة الفيديو مزروب حيث هذا الوقت بصراحة مضغطه كثيرا وبما اني قدرش معكم اللوح لكم فيديو كل سبتة مع الخمسة ونصف هذه الأشياء كنحاول قدر المستطاع اني نوفى بالوعد ديالي في الوقت سوف نحضر عليكم هذه النمرة في الوصف الفيديو ونحضر تليفونج الناس الذين يريدون أن يكون لديهم محل كان سيد البرنوصي وقبل أن تجعلني اشترك في القناة وأهم شيء وردك على الجرس خيار الفقاني كيف يمكن أن يكونوا فيديو وصلك عندما يكونوا فيديو لا يمكن أن يكونوا فيديو إذا كنت تماما وإذا كنت تماما في الوصف وفي التعليق الأول كيف تفعل مع أول شيء مدوبة وهنا هاتف جنب مصنوع من بلاسيك وفريم مصنوع من بلاسيك وعندما نقول أن الفريم كان قصر الجنب وكما لا أعرف أنا شخصيا لا يوجد شيء مع البلاسيك وهذا هو البيض الذي لديه بصراحة وهو الهاتف في ثلاثة الألوان وهو البيض الذي لديه وزرق ولكحل إذا كنت معي الجنب تليفون يجب أن يجب أن يكون مصنوع وهو بصراحة كان مصنوع من الزجاج ستشعر بشكل فخامة ولكن بينه وبينك ولم ننسى الكاميرا الخلفية يأتي على هذا الشكل الذي يجب أن نتعود عليه في الهاتف سلسلة A من سامسونج الجنب الذي أعلمنا لدينا الزجاج لكي نشاهد تليفون والأزرار الصوت لدينا الكارت سيم والكارت مموار ونستطيع أن نقوم بعمل كارت سيم في الأعلى لدينا ميكروفون إضافة لإزالة ضوضة أما في الأسفل لدينا بلاس زيات والميكروفون خاص بالمكالمات والسبيكر وبصراحة الصوت السبيكر أعجبني كثيرا سامسونج تحاول أن تضع شاشة Super AMOLED في كل الفئة لأن هذه هي نقطة من نقاط القوة للشركة أولا 30 يأتي بشاشة Super AMOLED الصفصة 4 إنش والكاميرا أمامك تأتي على شكل واتر دروب نوتش الحاجة التي أعجبتني هو الحواف يقلل الكثيرا وخلحها في الأسفل بأثنية كبيرة ولكن دراسك بشياء ركجة Super AMOLED بالنسبة للألوان والسطع التي تحت شمس غير كونهاني كل شيء هو هذا إذا أعجبنا للأداء هذا الهاتف يأتي بمعالج من شركة MediaTek Helio P55 للأسف في الفئة السعرية كان المعالجات قوة منه ولكن هذا المعالج بالنسبة للإستخدام العادي ركافك وغيره أنه لم يكن تتقلت عليه مرة مرة سيبدأ لك قطاعات منه ستكون خدام بالنسبة للPUBG سيعمل لك على High HD ولكن لا أستطيع أن تجعل إعدادات من الأفضل لكي تشبطهم لكي تلعب على خاطرك إذا أردنا العاومي الأمل لدينا البصمة لكي تتعفق عليها البصمة هنا يتقيل وأنا بصراحة لا أستطيع أن نصبر لها الفئة السعرية مقبولة ليس سريع وللأسف لأسف لا يوجد شبولة خاصة ولكن هناك ميزة تسمى Always-on Display تظهر لكي تستخدم الإشعار ولم ننسى الهاتف بالنسبة للحساسات الحساس الإضاءة يعمل جيدا الحساس التقارب الذي نسمى Proximity Sensor بصراحة الأداء لا أعجبني أو بصراحة العبارة لا تعمل جيدا وعندنا جايروسكوب إذا أردنا أن نقوم بالبطارية الهاتف يأتي ب5000 ميلي أمبير مع شاحن 15 واط إذا أريد أن تشارجها من 0% يأخذ القساعتين ونصف شوية ثلاثة تسوية وبالنسبة للأداء هذه البطارية إذا كان الإستخدام عادي سوف تكمل لكي يومين لا تحتاج إلى تشارجها الهاتف يأتي بربعات الكاميرا 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 8 ميجا بيكسل الكاميرا الثانية 8 ميجا بيكسل إلترا وايد الكاميرا الثالثة والرابعة 5 ميجا بيكسل واحدة خاصة بالعزل والثانية ماكرو أما بالنسبة لكاميرا السيرفيك الجينة ب20 ميجا بيكسل وللأسف معدنش نايت مونت موسيقى بالنسبة للفيديو حده 1080 وهذا عيب لأن جامع الهواتف في الفئة السعرية يصورون بال4K و لا تنسوا شيئا الذي أعجبتني في الفيديو كان قدرنا نصوره بالإلترا واي وهذه هي تجربة الفيديو في سامسونج A31 لا تعرف كيفية لكم الفيديو مستقبلية ولا لا ولا تنسوا شيئا ترى الجودة والصوت والصافي ولا لا وكما قلت لكم لا تنسوا شيئا لا تنسوا شيئا لا تنسوا شيئا لا تنسوا شيئا الهاتف يأتي بأندرويد 10 وبوجهات سامسونج One UI جوجو 1 بالنسبة للنسخ الهاتف يأتي بنسخة واحدة 4 ججا فرام و 128 ججا فمساة تخزين كمانه 2500 درم وإذا اخذته من الأخ بيشارك سأقصلك لما أعطيك إذا كنت لديك 2500 أو 2500 درم و أريد أن تأخذ هذا كان نصحك تزيد قليلا و تأخذ M31 حسنة من هذا في الكثير من الحوج و أنا أعود أن أقول لكم سمحوا لي الكثيرا إلى جهة الفيديو و تنسوا حيث أن الأيامات والليلان برزت كثيرا المهم دعوني أحضر اللايك و اشتراك بالقناة و أهم شيئا و أرجوك على الجرس و أشترك خيال الفقهاني لكي يمكنك أن تنسوا فيديو إذا كنت تتمنى على الإنسجرام و دعك في وصف تعليق الأول في أمان الله موسيقى موسيقى